لسا مكابلين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا في البداية النهاردة هو يوم الشهيد المصري ذكرى يوم الشهيد والزهرة اللي احنا لابسينها دي هي زهرة المحاربين الكدماء وضحايا الحروب يوم الشهيد المصري هو يوم استشهاد القائد العسكري المصري عبد المنعم رياض كتير مننا بنسمع عن عبد المنعم رياض بس ما نعرفش بالزبط كان دوره ايه خي الحرب الجيش المصري اختار يوم استشهاده انه يكون يوم الشهيد المصري بالتالي اكيد هو ليه اهمية عسكرية كبيرة جدا هنعرف عنها اكتر النهاردة من سيادة الواء طهر الاصمر سبعة الخير نهارك سعيد نهارك سعيد يا فنان يعني طبعا في البداية عايزة اعرف من حضرتك ايه هو يوم الشهيد يوم الشهيد اولا احنا بنشكركم لاهتمامكم بيوم الشهيد وتسكير الناس بيه لغا من الصحافة كتبت لكن يمكن تلفزيون يكون اكثر تأثيرا على الناس يوم الشهيد ده يوم يعني العمله او القراره يستحق التكريم لان دول الشهداء اللي كانوا بيحاربوا سواء مدنيين او عسكريين وسبقوا الماماتوشي بالاستشهاد فهما ناس مقاتلين اجلوهم وجيه اثناء الاستشهاد اللي هو المعاركة يعني فهو ده الشهيد اكيد وده عند الله طبعا يعني الشهداء عند الله رزقون طبعا اكيد يعني في ناس كتير بتقول انه الشهداء الحرب وضحايا الحرب اكتر من ان احنا نذكر الناس بيهم كل سنة كان لازم ان احنا نعمل لهم حاجة مقابل يعني ما فعلوا عشان الوطن بلا شك كلام ده كلام سلمي في المية هي القضية مش النهار دي اطلع في الاخبار ولا في التلفزيون خبر عن الشهداء يعني صراحة ثلاثة وشير مبارح كان بيكرم الشهداء الزباط المحاربين القدماء والمصابين الحرب دول انهم كانوا على فحة حفرة من الاستشهاد ولكن لابد يكون في حاجة اكتر من اللي بيحصل دلوقتي الناس طلبة الاطفال الصغيرين الكبار الشباب يعرفوا اولا بيبقى فيش حاجتين تسكيل بالمعركة وده مهم جدا طبعا والمعركة دي انهاي اللي نقلتنا مع تلاتة سبعين الى القوة اللي احنا فيها الحمد لله وبعدين الشهيد اللي هو ضحى عشان الناس تقعد في البيوت ما هو الشهيد ده ايه انا واحد ضحى عشان نقعد في البيوت وتتكلم لكن هما كانوا بيكون الاحتفال ان شاء الله في السلامة القادمة هيكون الاحتفال اكتر واكتر واكتر ان شاء الله كلنا بنسمع دايما عن اسم القائد العسكري عبد المنعم رياض يعني خصوصا فيه شارع عبد المنعم رياض يعني مسمى على اسمه ويوم الشهيد هو يوم استشهاد عبد المنعم رياض مين هو عبد المنمرياض؟ قبل بقولك من هو عبد المنمرياض بالمناسبة للشرع اللي عن ليه شرع باسمي متقطع مع شعب المنمرياض سعلا أيه طبعا عن شرع المنمرياض شوفي هو اللي هو عبد المنمرياض هقول قول مشهور بيه أن القادة يصنعون ولا يولدون وبالتالي هو تربى في بيئة عسكرية لأن والده كان في كلية الحربية وبعدين بعد ما اتخرب كلية الحربية اشترك في معركة العالمين معركة العالمين اللي كانت بين ألمان وبين الإنجليز وإحنا كنا محتلين فبالتالي اشترك وهو صغير في معركة العالمين فالطعم المعركة فبدأ من هذا اليوم التطعم المعركة ده هو أساس في المقاتل يعني الشديد وبعد كده اشترك في حرب 48 فلسطين مع العرب في 15 مايو وبعد كده اشترك في حرب 67 56 كان مخطط طبعا لها وما اشتركت في الميدان لكن كان مخطط لها و67 و73 وطبعا الاستنزاف هو صاحب فكرة الاستنزاف يعني صاحب فكرة الاستنزاف نحن يابد عشان نحارب العدو نحضر نفسنا مش بالكلام يعني بالتدريب العامل اللي هو تطعمل المعركة مهم جدا تطعم المعركة وفي نفس الوقت يكلم التسليح وفي نفس الوقت وصلنا لغاية 73 فهو من الاساسا معد لمعركة 67 بعد النكسة او عمل معركة الاستنزاف يشارك في عدد من الحروب عدد كبير من الحروب من اول حرب العالمية تانية صحيح وبعد كده اه 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 دي الحاجات اللي هو عملها في الاول يعني الاربع حاجات تلك علي كلها اي وآآ انا كنت في الانطارة في مطيط الانطارة اه انا 67 انا عدت من 67 ل73 اي يمكن ناس كتير اتغيرت انا عدت موقع المدة لكلها وبعدين في يوم من الايام اللي هو يوم الاستشادة اه عرفنا ان المشير احمد اسماعيل الله يرحمه مع الفريق اول عمنا مرياض كان اياما فريق اول طبعا هيعدوا من هنا هم فطلعنا له احنا ومجموعة شباب الانطارة الكنت مسك قادر المقاومة الشعبية هناك اي وشباب الانطارة وقبلناه على طريق المعاهدة ده المعاهدة اللي وصل بين اسماعيل وبرل برسعيل هم يعني يعتبر اخر واحد تلمت عليه انا مش كعسكري في الحرب جوه لكن على الطريق وبعدين جلنا نبأس الشادو فرحمته الله علي باكيد اكيد القادة العسكريين دي هم مواصفات خاصة يعني في ايديهم بيبقى مصير دولة باكملها ايه اهم المواصفات المفروض تكون موجودة في القادة العسكري انا اقول تلك في الاول يمكن ارجع له تاني القادة يولدون ولا يصنعون فمش بس القادة العسكري ده القادة حتى في الجهاز المدني في اي حتة يعني في هذا المدنى فيه قائد يتوقف كلام ده كله وما انتظرش اوابر من حد يقول له اعمل كذا يكون عنده بعض النظر ان هو يعمل كذا وبعدين اه في مثل بيتقال قل لي من حولك اقول لك من انت ايه فالقائد اللي ناجح او المتمكن بيكيب ناس حواليه ناس قدرة انه منفزه اللي فموه فهو من العساء الله الحمد الفريع من القادة الذي يولده بطبيعة قادة وبالتالي تطعم للمعركة في الحروب لحضارها هو صغير فاصبح قائد بارد وحول بقى بقدر امكان ينقل الصفة اللي فيه الى جميع الزباط والعساكر يعني معتمنات في نفسهم يعني كقائد له حاجة عملية وحاجة انشائية فالدركة انه كان يمر على المواقع ساعات يتلوه بيحفر ويحفر معهم يأكلوا ويأكل معهم ييجي مثلا يقولك ايه مسابقة تفك السلاح من اللي حفك الأول ومن اللي حركب الأول يعني كان عنده الخضر على نوع يخلق جيل جديد من القادة رحمة الله عليه الله يرحمه ايه اهم مولابسات استشهاد عبد المنعم رياض يوم استشهاده كان فين شوف يا اقول لحضرتك على الحاجة والسادة المشاهدين خاطر والفريق الله يرحمه كان في مؤتمر رؤساء الأركان الليوش العربية ورجع من المؤتمر كان لدي مرجع على القاهرة ولكن من بحقب الصفة القيادة اللي هو فيه قال طالما انا بعد القنال أنزل فنزل في القنال ما مكملش بقى بعد الزادة كان المفروض يبقع هو المفروض يرجع على طول على شغله مرضاش يروح على شغله وراح لفين راح على القنال وقبل قائد الجيش الثاني وبعدين خد الجافة كلها من أولها من جنوب إلى الشمال مر على كل المواقع بما فيه موقع الأنطرة ما بين موقع الأنطرة وموقع الفردان أو الإسماعيلية فيه موقع الإسماعيل من الأسيتة معدينا من الأسيتة مشهورة من الأسيتة هذا الموقع كان المشتبك قبلها بـ 24 ساعة مع اللاهود اشتباك كبير جدا وكبل اللاهود خسار كتير جدا فحب يروح يلتقي بالناس اللي عملت المجهود فيه المنطقة دي فركب العربية وعد من عندنا من الأنطرة وراح هناك ونزل للخندق وقبل العساكر والزباط وبعدين طلب ان هو يزور المواقع اللي فيه المعركة اللي كان المعركة أمس يعني أمس زيارته فالقائد طبعا عشان رئيس الأركان حبيت طبعا له إنت خليك إنت عشان لو حصل حاجة وتعالى بعتلي الضابط صغير يطلع دين الحتة اللي احنا نروح فيها دي طلع الضابط هو للفريق ووصل لغاية المواقع المتقدمة 150 متر تقريبة من القناة ووصل لغاية هناك والظاهر والله أعلم أنه كان فيه استطلاع إسرائيلي شاف أن فيه حركة غير عادية فبدل ما يطلب أم بلا ولا اتنين ضرب قمية كنابل كتر جدا استوشهد أو أصيب ولم يتحرك بمكانه ولا استغاز الفضل قاعد متعور لغاية لما حصلت المعركة وحققنا فيها انتصارات كبيرة على اليهود وبعدين بقى حسه روح جاوت له قاعد فيه موقعه يعني حتى اللي بيبدرب في الموقع بينسح بيحاول إداري لكنه أقض ساتر زي بقول عندنا في الجيش وستنى في الموقع بتاعه كل القادة العسكريين سواء شاركوا في الحروب أو استشهدهم في الآخر أبطال شعبية عبد المنعم رياض داخل الجيش المصري جات ازاي؟ يعني المحبة اللي هو أخذها انه في الآخر يوم الشهيدي يبقى يوم استشهده هو شوفي حضرتك المحبة دي قدع نتيجة معاملته مع الزباط ومع القادة يعني أولا ن participant جميل عبد الناصر احسن الاختيار فى فريق فوزى وزير الدفاع والفريق رياض رئيس الأركان يعني الاثنين يتشتهروا بالانضباط العسكري ودي أهم حاجة والجيش كان المحتاج للانضباطا العسكري بس هو الانضباط انضباط حتى تفيه كده كده واحد عشها العشوائف قدامك جسم وشكله موضوع يعنيه بتتكلم فكان عنده انضباط جدا جدا وبالتالي ما زعلش حد وما ظلمش حد ومحاقش حاجة لحد ومنصرش زابط على عسكري إلا بالحق ده الفرع المنعم رياض حضرتك شخصيا تعلمت ايه من حياتك عبد المنعم رياض الانضباط العسكري ولين وبعدين الاستشهاد في سبيل الله بعن قبل ما يموت علمت الانضباط وتعلمت ازاي الواحد يتعلم وبعد ما مات قلت يا ليه تموت ازاي وشهيد ازاي بالضبط كده في الفترة الجاية حضرتك تحب أو شي فيه ومش شهيد في السنوات اللي جاية يكون عامل ازاي تتمنى ان يكون عامل ازاي اولا شفك بقى ما الاحتفالات والكلام ده كله اتمنى ان في كل مكان في مصر يحصل فيه لقاء القادة العسكريين اللي شاركوا في المعلكة وكانوا مع الشهداء ويحكوا عن كل الشهيد خصة وبعدين التلفزيون اول واحد بقى بقى اللي اتكلم عليه فيه تمثليات وفيه برامج يعني لازم تتغير وتحول في اليوم ده يبقى من الاربعة عشرين ساعة زيك وكده الى يوم الشهيد ونجيب الزباط ده استوشهد كان في الموقع الفلاني مع الضابط الفلاني ده استوشهد كده ومع العسكري الفلاني نجيب الضابط ونجيب العسكري وكله نحصل على بطولته لان اللي ما استشهدش لان اتمنى ان هو استوشهد تكريم الشهيد ممكن يكون ازاي غير ان يكون بس في يوم طبعا الجيش لم يبخر على الشواليه بأي حاجة أبدا من ناحية النحية المادية او النحية الاولوية في اي مكان ولكن لابد التسكيل كل واحد بمدرسة باسمه بشارع باسمه بمؤسسة باسمه عشان الحدي سقولك مين ده مين مارسة مثل عمرياضي مين شرب من ده نروح الجبين سيرته مستمرة للآخر ويكفي ان هو شهيد عند الله صحيح بعد ثورة 25 يناير النهاردة في عدد كبير جدا من الشهداء سقطوا يعني المفروض يحصل لهم ايه في الفترة الداية ما احنا قلنا الشهيد مش بس المدني اه طبعا الشهيد العسكري والشهيد المدني طبعا وده اتساوا مع ده زي برسعي 56 الالفات اللي ماتت هناك والدفنت في البرسعي وهم دول شهداء يعني حداك بتشوف الشهيد المدني والشهيد العسكري زي بعض ما هو الميدان واحد ده بيدفع عن الجابهة وده بيدفع جوه فالاتنين بيدفعوا اتفاع واحد بس ده اخد فرصة اكثر نوقف الجابهة ودام العدو بس هو ده الموقف شايف مصر زي بعد ثورة 25 يناير تتكاتف اكثر ينسوا نفسهم اكثر يفكروا في البرد اكثر يبطلوا الاصارة في الاعلام وفي الجرائد عن كلام ده كله وحطتهم اللي عنده فكرة كويسة يقولها اللي ما عندهش فكرة غير انه هو يقعد نطلع وشعاته والكلم يذكر يعني طبعا احنا بنتكلم انا مش فاكلم ادفع العسكريين العسكريين لو لا العسكريين فيه 25 يناير وخروض ضبابات وسند الثورة ما كانش فيه ثورة كان ممكن ينضموا الى رئيس الجمهورية ومع الحرص الجمهوري وتنتهي الثورة ولكن بفضل الله ربنا وفاهم وادروا امينوا البلد داخليا وخارجيا وربنا افهم في الباقي اللي جاية ان شاء الله حديك متفائل في فترة جاية بالنسبة معينة نسبة قديه تاريخ سيادة اللواء طهر الاسمر باشكر حديك جدا على وجودك معينة النهاردة شكرك جدا انا اشكر باشكر التلفزيون بالكامل بالكامل واللي دعوني اولا طبعا يعني وحضرتك شاهدين استانوا معينة لسه معينة فكرة جاية في نهارك سعيد ان شاء الله اكون جابتلك علي انت عليك